السلام عليكم زيكم الحقيقة احنا في اليوتيوب عمتا بنحب نسود الدنيا شوية ونحب نقولك اخبار سودوية عمتا بس الحقيقة فيديو ده فيديو مهم جدا لحضرتك عشان تعرف الحرب بتاعت جزة راح على فاين والاجتياح البري في جزة رايح على فاين خلينا بشارك بشرة اللي الجيش الاسرائيلي هيوقف عملياته النهاردة بس ومش هيكتاح قطاع جزة بريية مش بس كده حينسحل من قطاع جزة كمان منطقة اللي هو سيطر عليها احتمال كبير جدا ياسحل مني ايه اللي بيحصل بذلك ويهي الاخبار اللي معانا النهاردة وهل دي توقعات مني ولا دي اخبار مؤكدة من الاعلام السهيوني وبيتكلموا كده بالفعل وبيقولوا ان اسرائيل هتعمل عملية تبادل للأسرة بينها وبين حناس مش بس كده خلال الساعات القادمة هيحصل هدنة انسانية كبيرة جدا في قطاع غزة واخبار هامة للغاية واخبار جيدة جدا بس عشان اقول لك عليها واكشف لك التفاصيل دي كلها لازم اقول لك القصة قام نتانياهو بمسح هذه التغريدة بعد عاصفة الانتقادات التي تعرض لها لكن ما يجري الان هو مقدما لما سيأتي بعد الحرب ووفقا للتقديرات ستكون في اسرائيل بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة حرب سياسية لا تقل عنفا عما يجري في قطاع غزة قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خليني اقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو باتر هاوس انتهت من بناء الكمباوند الخاص بيها في العاصمة الادرية وزي ما انت شايف كده الصور قدامك والفيديوهات الكمباوند تم الانتهاء منه ومن انشاءه كليا عشان كده الشركة حطت شعار للمرحلة دي عندهم وهي التنفيذ سيد الموقف وكمان الشركة عاملة عروض قوية جدا على منتج عفيدالة بمدانة الجلالة الشركة انتهت كمان من انشاء المنتجع ده بنسبة تفوق 80% منه المنتجع مبني على 18% فقط من مساحته اللي بتبلغ 56 فدات وبقى المساحة خدمات ولانسكيب وبحيرات وحمامات سباحة وخدمات بقى زي ما انت عاوز اعاوز اقول لك ان عندهم فيلات مميزة جدا متشطبة بالكامل على طراز العربي الاسباني وفيه كمان شليهات مختلفة هتبدأ من كمسة وستين متر وعندهم كل المساحات لو انت عاوز الجديد ان انت تقدر تمتلك وحدات بمقدم 10% فقط وتقسيط حتى 6 سنوات او مقدم 15% وتقسيط على 7 سنين وتاني حب اطمنك ان نسبة بناء المنتجع وسط فوق 80% هسيب لحضراتك رابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل مع باترهاوس شركة محترمة جدا والصور الدليل نخش في الموضوع لطول ده الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه فيه ما يخص حرب كزة او حرب فلسطين اللي بتدور بين مقاومة فلسطينية واسرائيل اول خبر طالع من لندن لندن امبارح كان فيها مظاهرة حشدة مظاهرة زي محركة تشوف فيديوهاتها كده مظاهرة اول مرة شوفها في لندن تبقى بالحجم والضخامة دي كلها ده محركة تشوف كده بظبت طيب المظاهرة دي دعما لفلسطين ومظاهرة كانت واضحة جدا ان فيه انتفاضة شحبية لدعم الفلسطين بالمناسبة المظاهرة دي على اخر الليل كانوا متجهين للسفارة الاسرائيلية كان عاوزين يمتحموا او يحرقوا للسفارة الاسرائيلية بس ده محصلش في الاخر يعني فهذا حاجة تانية نفس المظاهرة دي طلعت في بروكلين في نيويورك مبارح كان فيه مظاهرة ضخمة جدا في امريكا والمظاهرة دي قد قوية جدا زي محركة تشوف كده بظبت اعداد غفيرة امريكا مش متعودة عليها في مظاهرات لدعم القضايا خارجية يعني يخلي بعدك فيه ممكن مظاهرة تطلع بشأن الاوضاع السياسية في امريكا انما مظاهرة لدعم قضايا خارج امريكا دي مظاهرة تعتبر ضخمة جدا بس خليني يقولك خبر حيفجأك بشكل كبير مين اللي علق عن مظاهرة دي اللي علق عن مظاهرة دي مش الاعلام الامريكي فقط دونالد ترامب انبارح كان عنده خطبة في مؤتمر لدعم الصهاية ودعم اسرائيل والحقيقة ان دونالد ترامب في المؤتمر ده قال كلام خطير جدا قال ايه قال اي حد لما كسب رئاسة وهبقى رئيس ينزل لدعم فلسطين وينزل في مظاهرة زي اللي انت شفتها النهار ده هكنسله الفيزا بتاعته وهعمله ترحيل برا امريكا وحترده برا امريكا اخبرك هم بيتكلم على العدد قديه قالك لو شفت المظاهرة دي وانا رئيس هترد كل اللي في المظاهرة دي خارق امريكا ماينفعش حد يتظاهر الدعم فلسطين سوف نقرر Kilian الفيزا من جزول العام ونقررهم من قدم حماس لدينا ونقررهم من قدم حماس وانا رئيس ونقررهم من ضغطهم من قبلنا اذا خطر بسيئ على فكرة هو ما قالش ماينفعش حد تظاهر الدعم حماسه هو قالك ماينفعش حد يتظاهر لدعم فلسطين واي حد بيتظاهر دعم فلسطين فهو بيقيد المنظر البشعة من وجهة نظر يعني. المنظر البشعة اللي حصل يوم سبعة اكتوبر. فدونالد ترامب لازم تعرف ان هو رئيس هيبقى متطرف جدا تجاه اسرائيل وحيبقى متطرف جدا في دعم اسرائيل. اه اللي انت بتشوفه من جو بايدن ده اي كلام مقارنة بدونالد ترامب ممكن يعمله. وخليني اعيد لك الكلمة اللي انا قلتها بالكده دونالد ترامب لو كان رئيس. والحرب دي بتدور ما تستبعدش ان الطيران الامريكي كان بيشارك في قصفك ازاي. دونالد ترامب ضرف كده. طيب خبر تاني. خبر يهمك. امبالح عملت فيديو قلت لحضرتك فيه ان امريكا دعت وزير الخارجية الصيني. وقالت له تعالى واقعد معنا. وزير الخارجية الصيني الجديد. لما جه قعد مع رئيس امريكي اه جو بايدن. قعد مع مستشار الامن القومي الامريكي دريك سولوفن. واقعد مع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينك. خلاص? والحقيقة ان اللقاء ده امريكا بتقول ان هو ناجد. والادارة امريكية قالت انها اهدفت. بالعكس. يعني الناس دي اه تقريبا كده وصلوا لصفقة قوية جدا. الصفقة دي كان بتنص على ايه? بتنص على ان الصين هتدعم. وهتأكد ان ايران مش هتتحرك في حرب ايقليمية في المنطقة. دس? وانا كشفت حدرت ده في الفيديو السابق. وان ايران مش هتتحرك. من مبارح للنهاردة غزة بيحصل فيها عملية ابادة جمعية. وبيحصل فيها عملية اه للغزو البر. هل شفت حضرتك ايران اتحركت? بالمنازم. انا لجيت قلت احرك السيناريو ده. وبنمبرح النهاردة احرك شايد. لا حزب الله دخل اه وكتاحي حدود الشمالية. ولا اه القواعد الامريكية تم قصفها قصف شديد. انا مش حاول احرك ما تمش مهاجمتها. لا تم مهاجمة قواعد الامريكية بس بشكل خفيف. وده اللي لا توقعته. ولا الحرس الايراني اتحرك. فاللي احنا قلنا مبارح ان الصين هتدعم وحتضمن لامريكا ان ايران مش هتتحرك ده اللي حصل. خبر اللي بعد كده خبر يهمك جدا. وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وهو شقيق وليل عاد السعودي محمد بن سلمان. خالد بن سلمان ده كان سفير السعودية السابق في اه امريكا. وراجل يعني زو خبرة في التعامل مع الامريكان. وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان على حسب موقع اكسيس ان بكرة الصبح يروح واشنطن ويلتقي بمسؤولين امريكاني. وما تستبعدش برض ان هو ممكن يلتقي بجو بايدن. طيب. يهمك ايه في خبر زي ده? يهمك ان الاول مرة بتشوف السعودية بتتحرك من خلال وزير دفاعها. يعني ايه? يعني السعودية قبل كده. زي ما انا انت قطع مبارح. من ساعة بداية الحرب لحد النهاردة اه بتعمل تصريحات فقط. بس الاول مرة وزير الدفاع السعودي بيروح لامريكا في ظل حرب غزة. ده اولا. تاني حاجة توقع ان وزير الدفاع السعودي لما يروح امريكا ويلتقي بمسؤولين امريكان يجب ان هو يحصل على حاجة. ليه? لان جو بايدن قال ان من ضمن اهداف حماس وتحرك حماس في اللوقت ده هو عشان يبوزوا اعمالية التطبيع السعودي السهيون. وقال ان هو كان خلاص قريب جدا ان هو يجلس مع السعوديين ويحصل منهم على صفق التطبيع قبل الحرب بتاعة حماس دي متنون. فجو بايدن لما يقول لك ان اه حماس قامت بالحرب دي عشان تبوز له التطبيع معنى كده ان جو بايدن عنده هدف سامي وقوي جدا وهو التطبيع السعودي السهيون. فالسعودية بتودي وزير دفاعها. وزير دفاعها اكيد. يجب ان هو يحصل على اخبار جاية ده. خاصة ان كان فيه مكالمة تليفونية بين وليل عاد سعودي وجو بايدن. اه وليل عاد سعودي قال لجو بايدن لازم توقف الحرب دي عشان تبقى كارثية على المنطقة. ممكن تولى على المنطقة. فلازم تعرف ان اه وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مش راية اه واشنطن عشان يعقد صفقة تسليح او يقعد يتكلم في صفقة تسليح الرجل ده رايح في واشنطن عشان يحاول يسمع اخبار جاية على ان امريكا هتوقف الحرب دي. هل هل في اخبار جاية بخصوص الحرب? وهل في سيناريوهات حصلت من امبراح النهاردة? الحياة النهاردة موقع فورن بولسي لسه ملازل مقالة مهمة جدا. يقولك ايه اللي حصل من امبراح النهاردة? فورن بولسي ميها عملية عسكرية. ليه? قالك والله لان اه الجيش السهيوني لما دخل قطاع غزة دخل بفرق كبيرة على الضخم من المدرعات والاليات والدبابات والكلام ده كون. المفروض ده المرحلة الاولى. ليه? لان انت لما تعمل عملية اجتياح لازم تخش باعداد ضخمة من الاليات وبعد كده يتفرقوا الاليات دي لكتايب صغيرة. ناس. ده الشرط لعملية الاجتياح. فللي حصل ان لحد دلوقتي الاليات دي كلها متجمعها في افواج. يعني ماشيين صف كده وراء بعض. خلاص? لحد دلوقتي ما تفرقوش. اول ما يتفرقوا هنا هيبقى عملية الاجتياح الرسمي. فاحنا لحد دلوقتي احنا وقفين عند عملية عسكرية. او مرحلة الاولى مش جزر. خلاص? انها مش جزر. او مش اجتياح بري. خلاص? طيب. سؤال هيحصل الاجتياح بري ولا مش هيحصل الاجتياح بري? هي الست هنا اللي كتبة مقالة بتقولك مفيش لحد دلوقتي حاجة واضحة فيما يخص الدي داي. داي يعني تاريخ الجزر. بس. او تاريخ الاجتياح بري. اه اسرائيل مش واضحة بخصوص الموضوع ده. وهلا هيكون فيه اجتياح ولا لا. بس لازم تعرف ان مرحلة القادمة هي الاصبر. ليه? لان خالي بالك الجيش الصهيوني بيواجه تحديات كتيرة اولا. اولا ان انت بتتكلم ان اه الفرق دي لما تنقسم هيبتدي عدد الضحايا يقتر داخل صفوف الجيش الاسرائيل. ده اولا. ليه? لان الافواج الضخمة دي لما تخش وتتحرك عسكريا هي بتمنع الكماين. خصو? لان ما ينفعش ان انت توقع فوج او عدد ضخم من الاليات ان انت توقعها في كمين. تاني حاجة ما ينفعش ان اه الافواج الضخمة دي او العدد الضخم من الكوات اللي ماشي مع بعضه ده يتم محاصرته او مفاجئته او اي حاجة. خالص. ماشي? رابع حاجة الافواج الضخمة دي وفقا لمقاتلي حماس ما ينفعش يشتبكه معاها. انما اول من افواج الضخمة دي او العدد الضخم من اه الكوات الاسرائيلية ما ينقسم لفرق صغيرة. هنا كل اللي انا بقوله لك بعد حق. هيقف كمان اه حماس هتشتبك معهم اه اشتباك مباشر. هيبتدي بتوع حماس يلتفوا من حواليهم اه يطلعوا لهم من الانفاق يحاولوا يختطفوا جنود يحاولوا يقتلوا جنود الكلام ده كل. لحد دلوقتي ما حصلش الاشتباك المباشر من الجيش السويوني وحماس. طيب ليه اسرائيل? لازم تقسم قوتها لفرق صغيرة. لان الهدف الاساسي هم ان هما يقضوا على مناطق الانفاق. وان هما يقضوا على مناطق اطلاق الصواريخ. وان هما يحرروا الاسرة. كم ده كله مش هيتحقق. غير لما الكتاب الصغيرة دي تبتدي تتفرق عشان تحقق الهداف دي كلها. لحد دلوقتي الجيش الاسرائيلي وزير الدفاع السويوني ما عطاش الامر بتفرق قوات الاحتلال. ولازم تعرف الاسرة بتقول ان الامريكان لحد دلوقتي مفرملين الموضوع ده. ليه عمليه يخوفوا اه الصهاين. قلولهم احنا عملنا كده في الفالوجة وحصل عندنا خسائر مرعبة. ان احنا تقسمنا لكتاب صغيرة فحصل عندنا خسائر مرعبة. تاني حاجة لازم تعرف ان اول ما يتم اه تفريق الجيش السويوني لعدد من الكتاب الصغيرة عشان تحقق اهدافها داخل مناطق محددة داخل قطاع جلزة لازم تعرف ان عدد ضحايا حيزيد لان قطاع جلزة مستحن جدا والشوارع بتاعته دايقا. فنسبة قتل مدنيين او استهداف مدنيين هيبقى عالي جدا. يعني لو انت دلوقتي بتتكلم في سبعة تلاف وسبعمائة اه شهيد في فلسطين او في غزة لازم تعرف ان العدد ده حيتضاعف. تلاتة او اربع مرات. اول ما يتم الاكتيح ببري الرسمي. ان هي الفرق دي اه تتفرق اه او يبقى فيه كتايب صغيرة بتتفرق. ليه هيبقى الاشتباك والاشتباك ده هيضربوا في مناطق ولازم تعرف ان مش كل اهالي جزة نزحوا عن ودي جزة اللي هو منطقة في شمال جزة دي. مش كله عارف يمشي. لسي ما بقول الحراج فيه ناس كبيرة فيه ناس على فكرة ثابت بيوتها وما لقيتش حتة تروح لها. فرجح ببيوتها تاني. اللي اتضمرت. رجح اقول لها اول مناطق اللي اسرائيل حذرت اه باكلاقها. هس. فالعدد ضحايا المدنيين هيزيد جمد جدا. ودي هتبقى اخطر نقطة وضغط دولي. لان خلي بالك العلم كله مقلوب. حتى لو امريكا بتحمي اسرائيل. بس العلم كله مقلوب على سبع تلاف وسبعمائة شهيد. ايه اللي يحصل لو بقوا عشرين او خمسين الف شهيد. هس. اسرائيل يجب انها توقف العمليات. فالموضوع ده هو الضغط الاساسي. طيب. الامريكان من وجهة نظرهم. ان اسرائيل يجب انها اا ما تنزلش الكتاب دلوقتي. ليه? بيقولوا خلي بالكو احنا لما نزلنا في الفلوجة. وقسمنا قواتنا لعدد من اا الكتاب. اتعرضنا لكمية كمان كبيرة جدا. من اا العراقيين في الفلوجة. بس الجيش الاسرائيلي. لما يفرق قواته الكمان داخل قطاع جزة. الموضوع هيبقى اصعب كتير جدا. وخسائر داخل جيش الاسرائيلي. هتبقى كتير جدا. ليه? اولا هم بيقولوا ان حماس اشتبكت مع الجيش الاسرائيلي داخل قطاع جزة اكتر من مرة. بس. في عمليات جز وصادق. فهم انجربين تيكتيكات الصهاينة. وانجربين الاشتباك مع الصهاينة داخل جزة. فالناس دي متحودة. تاني حاجة انفاء حماس غير انفاء العراقيين في الفلوجة. بس. فانفاء حماس تقدر انها اكبر من شبكة مترو انفاء لندن. يعني انفاء حماس دي معقدة جدا. بقى لهم سنين بيبنوها. من 2007 وهم بيبنوا الانفاء دي. فالانفاء دي يجب ان انت تعرف ان الكمان اللي هيتعرض لها الجيش الصهيوني هتبقى اكتر بكتير والاضرار هتبقى اكتر بكتير. فده اللي بيقول الامريكاني وبيوصوا الصهاينة ان هما يتأنم شوية. طيب. ايه المشكلة? ايه المشكلة? لو اسرائيل اصرت على كتيح البرية. وانها هتفرق قواتها وتنزلها في عدة كتائم. قال لك هنا انت قدام حاجتين. يا هتنتصر. وحيبقى انتصار دائمي. وخسارك كبيرة جدا. يا اما هتضطر ان انت تتراجع. نتيجة ان انت مش هتعرف تحقق اهدافك. ونتيجة ان انت عدد الخسار عندك هتبقى اكتر من ان انت تستحملها. فهو رهاض. عاوز تاخد الخطوة وتتحمل? ولا تتأنى شوية لحد ما تكمل في القصف البري والقصف الجوي والكلام دي كون. سؤال هل اسرائيل ينفع تتراجع ومتعملش اه المرحلة التانية انها تقسم قواتها? لأ. ما ينفعش. لان كده هي ما عملتش حاجة. هي كده خسرت اعلاميها. هي كده اه ما حققتش انها دمرت الانفاق. ولا اه حرارة الاسرة ولا اي حاجة. كل هي عملته هي حاولت انها تقتل اه فلسطينيين. بس ومنظرها الاعلامي بقى سايق. ما ينفعش نقدة راجع يجب انها تكمل. ولا ما كنتش قمت بالعملية من الاول. ولا ما كنتش دخلت قواتك داخل قطاع جلسة. وده مدخلت يجب ان انت تفرق قواتك. مصد. الدنيا ماشية ازاي? بص الدنيا ماشية على حسب جديدة هاقارتس ان الموضوع ضبابي. يعني ايه? يعني النهاردة جديدة هاقارتس منزلة مقالة تقول لك ايه? تقول لك الموضوع ضبابي او في ضباب. وده افضل حاجة بالنسبة للجيش الاسرائيل. ليه? اني خلي بالك. اولا اسرائيل بتقول لك احنا نقلقت الحماس. طيب عملية قتل حماس دي على حسب الراجل يعني. عملية قتل حماس يجب انها تكون على مراحل. او مرحلة ان انت تصفي القيادات. مين قال لك اصلا ان قيادات حماس المهمة موجودة في غزة. قيادات حماس المهمة موجودة في لبنان موجودة في تركيا موجودة في قطر. فانت اولا قيادات حماس مش موجودة في غزة عشان تقتيلها. تاني حاجة لو انت عاست تصفي مقاتلي حماس. موضوع ده ياخد منك وقت كبير جدا. جدا. وممكن متعرفش تحققه. عشان كده اسرائيل مخليها الموضوع ضبابي كده. مش قايدين هيعملوا ايه بالزبط. ينهر الحرب لما يقتلوا مين في حماس. ايه انه الحرب لما يخلصوا على شبكة الانفاء ولا يدمروا مشطات اطلاق السوريخ ولا ايه بالزبط. مخليني الموضوع ضبابي. عشان ما يحصل لهمش احباط. وما يحصلش للشعب السهيوني احباط. من عدم تحقيق الهداف ممكن يجي عند مرحلة. ويقول لك انا حققت اهداف. انا رعبت حماس هو ده الهدف. جلت عاوزة اقتلها بس رعبتها انا شفت الموضوع كويس. فالجيش السهيوني مخلي الموضوع ضبابي عشان ما يحصلش احباط لدى القيادات ولدى الشعب ولدى داعمي اسرائيل. لان خلي بالك الدول كلها اللي بتدعم اسرائيل. لو شافت اسرائيل بعد كل المجازر اللي عملتها دي محققتش اهدافها. ممكن ينقلب عليه. انت جيش فاشل. سؤال. سؤال هل الحرب هتستمر? لأ. ليه? بص بقى يصير. حصل كزا حاجة في الفترة اللي فاتت دي. بالظبط في قلال 24 ساعة اللي فاته. تبشرك ان اسرائيل تهزمت. من الداخل. انه حصل اول حاجة نيروك تايمز كشفت. انه وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن كلم ياوف جالانت. اللي هو وزير الدفاع السوربيوني الحالي. وقال له وقف على كده. اسمع مني. قال له وقف على كده. ليه? بص نيروك تايمز معرفيتش. بس اه امريكا اتدت تغير لحجيتها مع اسرائيل وتقول له وقف. بس اربط الخبر مع زيارة وزير الدفاع السعودي. ان هو لازم يسمع خبر كويس. فممكن امريكا تكتفي. وتقلص من حجم العمليات اللي اسرائيل هيوقف على كده. او ده اللي بتقوله نيروك تايمز. ان اسرائيل وفقت على تقليص العمليات. فده حاجة. ممكن ما يكونش ده خبر صح. ممكن تكون اسرائيل خلال عملية الجزو الحاشب ده او دخول بقوات كبيرة تعرضت لخسار. لان خلي بقى لك الجيش الاسرائيلي بيقول لك احنا موقعش عندنا ولا قطير. كلام ده غلط. كلام ده كم? ليه? لان حوالي حضرتك صورة من فيديو ان حماس مبارح ضربت عربية بانثر اه اسرائيلية. العربية بانثر الاسرائيلية دي انا نفعش اصلي اعلى دي فيديو. العربية بانثر الاسرائيلية دي دي بتشيل اربعتاشر جندي. العربية بانثر تم ضربها بصاروخ كورنات. والعربية مفجرت. معنى كده ان اسرائيل على قل عندها اربعتاشر جندي من قطير وجريح. الاعلام في السوشيال ميديا الامريكي بيتكلم حوالين اتنين وثلاثين جندي. فيهم قتلى ومصابيه عند الجيش الاسرائيل. بس الجيش الاسرائيل حد دلوقتي من خلال المتحدث بيقول لك مفيش ولا حد. احنا تماما باشا ما تعرضناش لاي حاجة. فممكن اسرائيل تكون شايفة او خايفة ان حتى في الفوج الكبير ده اتعرضت لاصابات. انما لما تخش بفرق او كتاب ممكن الاصابات تبعف. فتخاف او هي تكون خافة. ده حاجة. ده تحليل. حليل تاني. لتانيهم بارة نزل تغريدة اللي حراك شايفها دي. التغريدة دي طلق انتقد مسئولي مخابرات الاسرائيل ومسئولي الجيش. وقال على فكرة الناس كلها اللي بتبتهمني ان انا كنت عارف وعندي اخبار ان حماس هتهجم واهملتها. الكلام ده مش صح. على فكرة كل الاخبار اللي كان بيجي لي كرئيس وزراء كانت تقييمات من جهاز امان وجهاز الشامبت. اه ان هما كلهم تقديراتهم ان حماس هادية ومش تلجأ لأي عملية عسكرية والكلام ده كله. فانا خدت التحذيرات دي كلها وشفت ان الموضوع يقفل على كده. انما انا ما جليش تحذيرات وانا استهترت بيها. الكلام ده لما طلع وزير الدفاع السهيون على حسب جديد في اسرائيل رفع سمعت اه التليفون على نتانياهو. وقال له بقولك ايه? احنا في حالة حرب. ما ينفعش تنتقد جهاز المخبرات بتاعك وما ينفعش تنتقد قوة الجيش. اسحب التجريدة دي. وبالفعل نتانياهو مسح التغريدة. بالمناسبة. نتانياهو مش هتلاقي التغريدة دي على خسابك. نعم قبل قليل قام اه نتانياهو بمسح هذه التغريدة بعد عاصفة الانتقادات التي تعرض لها. لكن ما يجري الان هو مقدما لما سيأتي بعد الحرب. ووفقا للتقديرات ستكون في اسرائيل بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة حرب سياسية لا تقل عنفا عما يجري في قطاع غزة. نتانياهو يحاول التملص الان من المسئولية. وطلع نتانياهو من عدة ساعات واشد بقالة الجيش. فاسرائيل عندها مشكلة ده كالية. حاجة تانية. انبارح نتانياهو التقى بهالي الاسرة اللي عند حماس. وضغطوا عليه. قالوا له الكل في الكل. خلاص بقى احنا مش عاوزين عملية عسكرية. احنا عاوزين نفرج عن آآ ابنائنا اللي موجودين عند حماس. عاوزين هم ميتين تسعة وعشرين آآ اسير لدى حماس عاوزينه. نتانياهو قال ان هو بيفكر. ان هو فعلا يعني يعمل الصفقة زي كده. ان هو يفرج عن جميع الاسرة الفلسطينيين مقابل افراج حماس عن جميع الاسرة الصهارية. ودي هتبقى عملية كارثية. ليه? اولا انت محاقتاش هدفك للعسكرية. عندك تخبط واضح جدا في السياسة الاسرائيلية. امريكا بتدت تضغط عليك. وقف بقى الدنيا ولم الليلة. واهالي الضحايا ابتدوا يضغطوا على نتانياهو. كل الكلام ده بيوشير. ان اسرائيل ممكن تقبل بوقف اطلاق النار حالياه. خاصة ان تم اعادة الاتصالات لقطاع جزة. ودي اشارة ان مش حيتلم عملية جزة. او اكتياح. مواسطة لما ترجع الانترنت لقطاع جزة. معنى كده ان انت مش تكتاهم. انت لازم تقطع الاتصالات دي. خاصة? فانا بتوقع ومعرفش يعني تمشي معي ولا? انا بتوقع ان اسرائيل مش هتكمل في مضوعها جزة. اسرائيل هتقبل بهدنة وحتفرج او احتمال نتانياهو يفرج عن جميع اه الاسرة فلسطينين مقابل اتراك حماس عن جميع الاسرة. بالمناسبة حماس طلعت قالت احنا على استعداد فورا ان هنفرج عن جميع الاسرة لو اسرائيل افرجت عن جميع اه الاسرة فلسطينين عندها. فواضح كده. الموضوع رايح في حتة الحل. يا جماعة الموضوع تطور بشكل بي كده. اه الموضوع بقى عالمي. وامليكا مش هتعرف تشيل اسرائيل اكتر من كده. لان طلع قرار من الام متحدة بضرورة وقف اطلاق النار. الا ان امليكا هي الوقفة وصدر ليلة دي. وما ينفعش. امليكا بتفرق القانون الدولي. حاجتين عاوزة انهي بيهم الفيديو ده. اول حاجة مبارحة نلزلت فيديو اسمه مجزارة جز. والحية انا في الفيديو ده انتقضت فيه دور السعودية وقعدت اقول السعودية فين والكلام لكم. ماشي. طبعا الفيديو ده انا اول مرة في حياتي اخد 1500 ديس لايك. ما حصلتش من ساعة ما بتاديد القناة ان يجيلي 1500 ديس لايك دي انا مش بتاشى. صحيح جالي 23000 لايك. بس ان انا اشوف عادة ديس لايك او عدم عدم الاعجاب. وكمية كومنتات تمن الغاء المتابعة من السعودية واحنا مع السعودية. ماشي. اولا انا مغلطش في السعودية في حاجة. ثانيا انا بقول رأيي. ثالثا فيه فرق من ان انا بحبك وان انا بطبيل لك. خاص? انا بحب السعودية جدا. جدا. وبالمناسبة عندي اصدقاء كتير جدا سعودية. بس انا لما اجي اقول كلمة حق لازم اقولها. خاصة. انا انتقطت الكيادة المصرية اكتر بمر وانتقطت اه العرب كلهم. ما ينفعش اجي على السعودية واقوله والله مش شاية. ما ينفعش. السعودية بلد قوي. احنا محتاجينها في حربنا. ما ينفعش انها تسيبنا. خاصة. ولازم اقولك كلمتين دول. وديك شايف موازين الدفاع السعودي راح الدنيا اتحركت شوية في امريكا. والدنيا ابتدت يبقى فيه كلام تاني. ده اللي انا كنت بطلبك. انما انا لا عزقتي للسعودية ولا اشتمت السعوديين ولا ايا حاجة. وبالمناسبة انا مش طالع دفع عن نفسي. بس انا طالع اه افاهم الناس واقول للناس اللي هي فهمها موضوعه غلط. انا مش تامش السعودية ولا اغلطت فيها. انا وضحت موقف ان ما ينفعش السعودية تفضل سجدة. بس ده اللي انا قلته. حاجة تلت. بمناسبة ازدواجية اه المعايير. امبارة اه طلق فيديو لجون كيربي. متحدث باسم مكتب الاتصالات داخل البيت لابيت. او متحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت لابيت. الراجل ده عاوزك تشوفه هو بيتكلم على اوكرانيا ازاي? وعاوزك تشوفه هو بيتكلم على غازة ازاي? زي انا هراجحة تشوف في الفيديو ده بزرق. at what he's doing in ukraine. what his forces are doing in ukraine. and think that any um uh ethical moral individual could justify that. it's difficult to look at the it's difficult to look at some of the images and imagine that any well thinking serious mature leader would do that by what he's actually doing inside ukraine to innocent people shot in the back of the head hands tied behind their backs. women pregnant women being killed hospitals being bombed. this is war it is combat it is bloody it is ugly and it's gonna be messy and innocent civilians are going to be hurt going forward. i wish i could tell you something different. i wish that that wasn't gonna happen. uh but it is it is going to happen. في الاخر يا رب انسوا المصر. رب انسوا العرب. ورب انسوا الفلسطين يا رب وان شاء الله فلسطين كده انتصلت. وهتكون انتصلت لوحدها. ولا دولة عربية وقفت مع غزق. ولا ايران وقفت ولا حزب الله وقف. حزب الله ممكن يكون عامة منوشات. بس لا ايران وقفت. ولا حد فينا وقف. ولا دولة عربية واحدة. قدرت انها تنصل. غزة غزة انتصلت لوحدها. وراز بتعرف ان حماس عابة مواقفها اقوى كتير. لو الحرب انتهت على السيناريو اللي قلته حضرتها. بحية مصر. سلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وزف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين